بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسافر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم اتوا على العرش يدبر الأرض ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الفرق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شراب من هذن وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والكتاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يبصل الآيات لقومه يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقومه يستقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكفرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعوان فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله لإنات الشر واستعجالهم بالخير لقدم إليهم أجبه فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يغمهون وإذا مس الإنسان اضطر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرقين ما كانوا يعملون ولقد أهلتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل واجتنهم بالبلاد وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزل قوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون بقاء ألأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من فلقائل إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما فلوته عليكم ولا أدرات به فقد نبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعفلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذبا وعزب بياته إنه لا يسمح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاءنا عند الله قل أتنبعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختبتوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنجل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتغروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعض ضراء أمستهم إذا لهم مكرم في آياتنا قل الله أسرع مكرم إن رتبنا يكسبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البرد والبحث حتى إذا كنتم في الكلف وجرين بهن بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاطف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به لبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض ذكر فها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حقيبا كأن لم تغم بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم للذين أحسنوا الحسنى وليادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا دلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها قابلون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم دلة ما لهم من الله من عاطل كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا مكانكم أنتم وشركاؤكم أزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعودون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن قلنا عن عبادتكم الغافلين هنالك تجدوا كل نفس ما أسلتت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يخبرون قل من يطلقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبطار أم من يملك السماء والأبطار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تستقون فذلك من الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأما تسرقون كذلك حقف كلمة ربك على الذين فتقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفتون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى أما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ولد فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأشوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم طادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهجي العني ولو كانوا لا يغفرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نترفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفعل إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا يستقبلون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أتم إذا ما وقع آمنتم به آل آل وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذابا قل بهل تجزون إلا بما كنتم تذكرون ويستنبعون سأحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا النجام تلما أو العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا نظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله فقطوه ولكن أثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في السدوط وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من جزء فجعلتم منه حراما وحلالا قل أرأيتم الله لكم أم على الله تسترون وما ظن الذين يسترون على الله الكذب أو من قيامة إن الله لدو قضل على الناس ولكن أثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قطآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تبيضون فيه وما يعزب عن ربك من مفقان درة في الأصل ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تغذيب لكلمات الله إن ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن كقولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يقوسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مغفرا إن في ذلك لآيات لقومين يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعملون قل إن الذين يفترون على الله الكلم لا يفيدون متاع في الدنيا ثم إلينا مرضعهم ثم نبيقهم العناب الشديد ثم نبيقهم العناب الشديد بما كانوا يفترون واسلوا عليهم نبأ نوش إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنبرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومنعه في الكلك وجعلناهم صلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المندرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فجاءوا بالبينات فما كانوا بيؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فجعون ومرئي بآياتنا فستكبروا فستكبروا وكانوا قوما مجرمين موسى 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 موسى